الابراج وعن ثورية اتركض يا عمر وليد برج الحمل كل عام وانتو بخير تكون سنت خير عليكم نهاية المتاعب اللي انتو تعبتوها خلال الشهر الماضي واللي قبله بعيد غاد ان شاء الله انكم تشوفوا الخير خلال فترة الجاية طبعا بعد الاسبوع عشان اختصر على الكل كل الابراج بعد الاسبوع الاسبوع هذا بدول كل يكون منتبه مظبوط طبعا بدنا نحكي شوي احنا عن انتقال الشمس هاي شو بتعني انتقال الشمس في هذا اليوم وفي يوم 22 تسعة برضو اللي هي احنا منسميها الاعتدال بين الربيعي الاعتدال الربيعي والاعتدال الخريفي وهاي يعني بمعنى انه الليل ونهار بكونوا متساويين بالمدة الزمنية طبعا مع انتقال برج الحمل هذا برضو عيد للفلكيين لانه احنا منعتبر من الحمل هي بداية العام الفلكي لكل الابراج نعم مش مثل ما انه واحد واحد هي بداية العام لا هي احنا منعتبرها انه هذا التاريخ هو مع برج الحمل هو بداية العيد بالنسبة لكل الفلكيين في العالم على مرة التاريخ طبعا مع انتقال الشمس للحمل هنا الفترة هاي بتكون مليانة بالتفاول والحركة والنشاط والحيوية والرغبة بالمغامرة والانطلاق وهذا الاشي اللي انت بتحكي عنه انك حاسي حالك بالنشاط نعم طبعا كل الابراج اجمالا هي بتحس بهاي طاقة مجرد ما انه انتقل اللي بصير انه اكثر الابراج اللي رح تتعب من هاي الانتقال هاد اللي هم موليد برج التور اول شي لانه الشمس موجودة في بيت المتاعب عندهم اللي مقابل للحمل المباشرة اللي هم الميزان لانه طاقتهم شوية رح تنزل بتصير عندهم نوع من انواع السلبية بالامر هاي نعم اتنين انه بكون في عندنا برج العقرب وهو يعتبر البيت السادس لالهم اللي هو الحمل وجود البرج الحمل والشمس موجودة فيه وعطارت بده ينتقل لاله فبرضو هدولة العقرب بدهم يديروا بالهم على الامور اللي لها علاقة بالصحة نعم وخلافاتهم اثناء العمل او في العمل طبعا بعطيهم حضود اللي ما عنده عمل بالنسبة للعقرب انه بكون في مجال انه يحصل على وظيفه في خلال الفترة هاي بس انه بده يكون منتبه اثناء تقديم الوظيفة نعم اما باقي الكواكب نعم طبعا عطارت موجود بالحوت ورح ينتقل للحمل يوم الثلاثاء يعني بعد نصف الليل اول ساعات يوم الثلاثاء نعم الزهرة في الحوت المريخ في القوس المشتري بيتراجع في العدراء طبعا زحل اللي موجود في القوس رح يبدأ عملية التراجع يوم الجمعة خمس وعشرين ثلاثة حيلا التراجع هذا رح يستمر لغاية تلتطاعش ثمانية يعني مدة فيها خمس شهور تقريبا نعم اورانوس موجود في الحمل بلوتوف في الجدي ونبتون في الحوت حيلا طبعا اهم اهم طبعا منتوا عارفين يعني لازم اني اعطي جرعة سلبية هيك واعطي اخبار مش كويسة بلين الله يمضي هذا الاسبوع على خير طبعا الكل لحظ خلال الفترة الماضية انه كثرت هي حوادث السير زادت صار في حوادث طيران شوي اختلاف صار بالجو طبعا هذا مش من عبثية اول شيء انه عنا احنا زاوية بلشت تتشكل بين كوكبين حساسات اللي هو المشتري وزحل وهدو في عامل تراجع للمشتري طبعا وزحل اللي موجود بالقوس اللي له علاقة بالطيران والمواصلات والاتصالات هاي الزاوية السلبية اثرت على هاي النقطة بشكل مباشر وواضح اتنين انه الزاوية هاي قمتها رح تكون عنا احنا يوم الثلاثاء ويوم الثلاثاء نفسه هاد في عنا خصوف قمر نعم فالزاويتين مع بعض هادولا والقصوف القمر مع بعض من هون في بر الميزان وعنا يعني بتكوتي حسبوها انتوا معاي يعني بدنا نحكي انه احنا عنا العذراء وعنا الميزان وعنا القوس هادولا الثلاثة عاملين زوايا خطر جدا مش شوي هاي الزوايا طبعا تأثيراتها احنا بنحكي يعني بالعموم بالعموم ما بنحكي بالسياسة وانه يعني محتمل انه صير شغلة كبيرة عسكرية دمار دم شغلات زي هيك لا لا انا ما حكيت هذا الحكي يعني انتوا لحالكم بتفهموه لحالكم من اللي رح تشوفوه الله يستر وما تخافوا من اللي جاي يعني انا بننصحك انا ماي الفقرة حصير ابعد برا حتى هاي طاقة السلبية تروح لا لا ايات دمرناها سنتين وشويا الحمد لله طاقة سلبية خرافية راح النشاط كمل كمل هاتي وسأسرق طاقة طبعا بالنسبة للابراج احنا طبعا لما نحكي هسا الابراج عند ما نحكي يوم الاربعة ولغاية يوم الجمعة اللي هي لما القمر يكون في الميزان دائما خذوا الجانب اللي مش منيح لا تخذوا اللي منيح مني فيه يعني اعتبروني اني بكذب عليكم اليوم يعني راح احكي لكم ايش منيح بس هو فعليا انه يعني ديروا بالكو واضح وصريح طبعا واضح وصريح طبعا بالنسبة للحمل طبعا خلال اليوم هذا بتشتد رغبتهم في التقرب من احباءهم وتعزيز العلاقة معهم طول النهر ولكن في المساء ولغاية يوم الاربعة طبعا راح يكون عندنا احنا القمر صار موجود بالعذراء وهون بتراكم طبعا لصباح الاربعة بتراكم العمل اكثر من المعتاد وبتجدوا صعوبة في انجاز الكثير من الاعمال بانتبهوا الى صحتكو وبتكون الاعباء كثيرة وممكن ما تلاقوا وقت للراحة هاي اليوم هاد من اليوم لغاية يوم الاربعة طبعا من يوم الاربعة ولغاية يوم الجمعة القمر بصير في الميزان بينصب اهتمامكو حول موضوع الشراكة ما تراهن على الحد افتح عينيك منيح وما ترتبط بموعيد مهمة اذا ما بتكون قادر تضبط نفسك فاعرف انه انت راح تتور بمشاكل سريعة جدا وتير العدوات واستفزاز اللي حواليك فبدك تنتبه من عصبيتك اما يوم السبت والاحد طبعا بتنشغله بعادة ضبط اموركم المالية فيه تغيير في الوضع لصالحكم بس شرط التحلي بالليوني والدبلوماسية والتفاوض يعني ممكن انك انت تقدم بعض التنازلات او تصحيح بعض الاخطاء في هاي الفترة حالو زين شنو اخبار برج الثور الثور اجينا على الموضوع الحساس طيب اول اشي بالنسبة لموليد برج الثور طبعا كثير منه خلال الفترة الماضي هاي عنا من امور صحية السبب اول اشي انه عملية الزوايا اللي حكينا عنها هاي اللي بتأثر عليهم عملية انتقال الشمس هاي اثرت عليهم منهم ناس خافوا اساسا لانه عملية التشخيص كانت لكل امراضهم او لكل الاعراض اللي عندهم كانت شوي صعبة جدا انتابهم الخوف طبعا انا على المسوى الشخصي اكثر من شخص انا بعرفه من موليد برج الثور وصل حتى الحد النفسي عنده انه امور مرض عضالي ومنهم ناس دخلوا المستشفى ومنهم ناس طلعوا من المستشفى ولكن انه الضغط النفسي عندهم عساس جدا بخلال الفترة هاي هاي فترة عابرة وبتمر يعني مش الاشي اللي بيخوف او اللي بيقلق لكن برضو بتطلب انك انت تهتم بصحتك في خلال الفترة هاي لانه طاقتك بالناحية الصحة ضعيفة جدا بالنسبة ليوم الاحد طبعا بما انه الشمس اليوم الشمس موجودة بالاسد لغاية المسا هون بتنهمكوا في امور الها علاقة او صلة بالبيت والعائلة ولكن بدك تدير بالك من الخلافات العائلية او الشخصية نعم من المسا ولغاية يوم الاربعاء هون بتظل الرغبة قوية في التقرب من احبائكو ويجاد قاسم مشترك بجمعكم فيهم ولكن برضو في نفس اللحظة ممكن انها يتور عصبيتك على حبيبك في اي لحظة او تخلق مشكلة من لا شيء فبدك تدير بالك من التسرع لانه الزاوية السيئة اللي احنا حكينا عنها هي في بيت العاطفي وبيت البيت فهون انت بدك تكون منتبه لهاي النقطة من صباح يوم الاربع او لغاية يوم الخميس طبعا الاربع لغاية يوم الجمعة هون بتراكم العمل عندكم من المستحسن الابكار الى العمل والتنسيق الجيد على مختلف الواجبات بتكثر النشاطات لاسيما على الصعيد الاداري والصحي اما يوم السبت ويوم الاحد طبعا بتنجحوا في التفاهم مع شرائك وممكن تحمل هاي الفترة نوع من انواع التوتر لانها من اكثر ايام الشهر ضغط لذلك حاذر من الخصام وذلك دير بالك وابتعد عن المشاكل وما تعديش حدا جيد زين حالي شنو اخبار برج الجوزاء طبعا بالنسبة للجوزاء وعننا مهة برضو سألتنا عن برجها منقدر نحكي انه الجوزاء شوي بلشت الامور شيئا ما مع انتقال الشمس بتخفف عليهم شوي من ناحية النشاط من ناحية الطاقة من ناحية سمعتهم تحديدا الناس اللي بتحفر وراهم هذولا كلها هاي الامور شوي بتبلش تخفى الامور عليهم طبعا بالنسبة لليوم بما انه الشمس موجودة بالاسد هاي الفترة لسه فيه نشاط من ناحية السفر او الاتصالات البعيدة او خلقي بريد او اللي اللي لهم علاقات بالاستيراد والتصدير هذول اكثر ناس بتحركوا كونوا اكثر صبر بس على الطرقات يعني اثناء التنقل الكل يعني كل الابراج دير بالها في خلال الفترة هاي من عملية القيادة بشكل كبير من المساء طبعا ولغاية صباح يوم الاربعة بتنشغلوا في تنظيم امور البيت والعائلة بوسعكوا ادخال تعديل مطلوب على مسكنكم ممكن يطرق عطل منزلي او حدث عائلي حاول انك انت تنظم امورك الداخلية بالنسبة للبيت بشكل كبير من صباح يوم الاربعة ولغاية مساء يوم الجمعة بتشتد رغبتكم بالتقرب من احبائكم وتعزيز العلاقة معهم حاول انك تتفهم وجهة نظرهم وما تبالغ في طلباتك منهم هاي الايام بتحملك نوع من انواع المساعدة ممكن انك انت ما كنت تتوقعها ايه حاول انك انت تطلع من الهواجس اللي غير مرغوب فيها وانك انك تحلل الامور بطريقة صحيحة اما يوم السبت ويوم الاربعة بدكوا تنتبهوا الى صحتكوا وبدكوا ترتاحوا في تسيير بعض الامور الروتينية بالرغم من كثافتها يعني رح يكون عندكوا التزامات كثيرة راعي ظروفك الصحية برضو معها اما بالنسبة لبرج السرطان طبعا برج السرطان بما انه احنا حكينا انه الزاوية هاي والخصوف والخصوف رح يكون موجود بالميزان وعنا احنا المشتري بتراجع بالعذرة يعني هدولا بيتين حسسات اللي هو البيت الثالث والبيت الرابع لالهم فبدهم ينتبهوا كثير كثير في خلال الفترة هاي خصوصا على مستوى مشاكل البيت وعلى مستوى خلافهم مع الاخوة والجيران وعلى مستوى الصحي حيث هم مشاكل بكل مكان ما هي لانه كل ما عددنا عدد البيوت اللي بدي يصير فيها الزوايا كل ما عددنا المشاكل اللي ممكن تصير على الاشخاص كلها في اكثر من مجال نعم فعشان هيك لما باجي على اكثر ناس هم بتآذوا في الفترة هاي بحاول اني اركزه على اكثر من نقطة مع بعض هو فعليا يعني خلال الفترة هاي فيش زوايا منيحة يعني بس يعني نخذ الفاصل احنا لا ازان خلصي نيتي بس بسرعة بسرعة ونخذ الفاصل طيب نعطي عن السرطان بسرعة 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 ولا نخذ الفاصل حسن ما بدك عمار شو بدك فاصل خلص ايضا مستمعينا رح نوقف وياكم في برج السرطان اكيد رح نرجع نكمل معكم بنصف ساعتنا الاخيرة ناخذ فاصل ونرجع لكم ومكملين معكم مستمعينا واكيد وصلنا الى نصف ساعاتنا الاخيرة من برنامج كابوتشينو مستمرين طبعا مع عالم الفلك والابراج سعيد مناع وقبل الفاصل اتوقفنا عند برج السرطان احتينا شنو اخبار برج السرطان بما انه احنا وقفنا عند سعيد ايه طبعا بالنسبة لبرج السرطان احنا حكينا انه خلال الفترة الجاية هاي بدهم يديروا بالهم من ناحية خصوصا اللي بيشتغلوا في مجال اللي بتحركوا بالسيارات كثير هذول اكثر ناس بدهم يديروا بالهم في الفترة الجاي نعم يديروا بالهم بتعاملهم مع الاخوة والجيران نعم من اي مشادات كلامية او عصبية بلحظة هيك تطلع تكبر الامور يحاولوا يحافظوا على نفسيتهم بشكل كبير اما بالنسبة لخلال الاسبوع هذا يوم الاحد طبعا اليوم ولغاية المساء هاي الفترة بتحمل نوع من انواع الفرص الها علاقة بالفرص المالية ممكن من عمل اضافي وممكن يستردوا مال بعودلهم او كانوا مدينين لناس وكان صعب عليهم انهم يحصلوا يجبوه او تصحلهم هدية اما من المساء ولغاية يوم الاربعة هاي الفترة بدهم يكونوا اكثر وعي على الطرقات خاصة في السفر داخل المدن ما تدخلوا في نقاشات مع الاخوة والجيران في الفترة هاي اما من صباح يوم الاربعة ولغاية مساء يوم الجمعة طبعا بتنهمكوا في امور الها علاقة وصلة بالبيت والعائلة ما تحاولوا فرض وجهة نظركم على احد في خلال الفترة هاي او على احد من افراد العائلة ممكن تهتم بتصليحات منزلية او اشياء بتصير مفاجعة على مستوى البيت اما يوم السبت ولغاية ويوم الاحد بتشتد رغبتكوا في التخرج من احباك وقضاء وقت ممتع معهم فرصة مناسبة لتحقيق انجاز يعني حاول انك انت تحط مخاوفك على جانب لانه الامور بتكون افضل باذن الله تعالى زين سعيد بس اريد اسألك سؤال قبل ما نكمل مع برج الاسد طبعا انا الاسبوع الماضي واني اذا اقرأ حالة التقص شنت ملاحظة انه خلينا نقول انه الجو خلال هذا الاسبوع رح يكون مشمس نوعا ما يعني انا شنت متخيلة يعني حتى قلت للمستمعين انه الاسبوع القادم ارتفع في درجات الحرارة بس اليوم اني انصدمت انه الجو جدا متقلب هذا شيء متوقع طبعا انا ما حكيته من خضم الزوايا الفلكية طبعا الخصوف اجمالا هو بيأثر على السوائل بيأثر على كل شيء العلاقة بالماء اه ان كان اه اللي هي عملية الجزر اللي بتصير في المياه نعم اللي هي قلة المنسوب اه اه فبتسحب عملية اللي هي الاختلال التوازن بالنسبة للمناخ نعم بتتشكل نوع من انواع المنخفضات الغير متوقعة اللي هي في الاماكن اللي بيطولها تأثير الخصوف اثنين اللي رح يصير معنا منيح اللي ذكرت النقطة هاي وذكرتيني فيها اه انه بتيجي الخصوف حكينا مع الزاوية هاي في نفس اليوم اه بيكون بحدة قوية جدا التركيز رح يكون احنا حكينا انه احنا الخصوف من عنا ما رح نشوفه هي الامريكا الجنوبية اه استراليا اه شرق اسيا هم اللي رح يشوفه ولكن اكثر ناس انا بحذرهم في الفترة هاي انه ابتداء من اليوم اللي عندهم ربو او هذا في منطقة الجنوب عندنا اه منطقة السعودية العراق سوريا اه الخليج اجمالا نعم هذولا بدهم يديروا بالهم من الغبار لانه رح تصير زيادة بسرعة اللي هي حكينا تواصل ومواصلات الها علاقة بالحركة فرح يصير عندنا غبار وسرعة رياح اثنين يديروا بالهم اللي في دبي تحديدا عمان اه اليمن من الامطار اللي ممكن انها تيجي فجأة نعم ويدون توقع يعني ويدكرر الشيء اللي يتكرر قبل اسبوعين عند الكسوف اه يعني خلينا نقول انه ما حد رح يعني كأنواق جوية ما رح يقدرون يخبرون قبل بوقت صح ايه التطور سريع جدا تطور سريع لانه انا لاحظت انه الاحداث اللي يبلشوا هسه تبعين الارصاد الجوية نعم موجودة في بيت المال عنده موجودة في النفقات نعم النفقات نفقات وفيش مصاري هيك يعني بنقدر نعي احسن الموضوع يالله يكون الهموين طيب المهم بالنسبة ليوم الاحد اليوم انتو بتنشحنوا بالطاقة شوي عندكو نشاط وعندكو حركة وحيوية اكثر حابين انكو تلتقوا باشخاص ولكن يمكن ما تلتقوهم مه لانه اساسا انتو نفسيتكو متقلبي خلال الايام هاي مه طبعا بالنسبة من المساء طبعا لغاية يوم الاربعة خففوا من النفقات قدر المستطاع لانه رح تزيد النفقات عليكم بتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية نعم واحرصوا على مالكو من الضياع والسرقة نعم يعني هاي اهم نقطة بتكو تنتبهولها طبعا من صباح يوم الاربعة ولغاية مساء يوم الجمعة او بتنشطوا في السفر والاتصالات كونوا اكثر صبر على الطرقات هاي الفترة ما بدي احكي مش مناسبة لتقديم امتحان ولكن بتطلب اللي عنده امتحان في الايام هاي لغاية الجمعة انه يقرأ مزبوط ويحاول يركز مزبوط لانه فيه تشتيت ذهني اما يوم السبت ويوم الاحد طبعا بتفضله التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية ما تسمح لبعض الالتباسات العائلية او الشخصية انها تأثر على استقرارك في خلال الفترة هاي خصوصا انها نهاية الاسبوع وانت راح تكون قاعد في البيت او قاعدة في البيت طيعني ديروا بالكو اختلاق المشاكل الخلافات طبعا هذا الحكي برضو لك يا سامية بدك تحاول انك تنتبهي الفترة هاي مش فترة يعني نحكي سلبية ككل لكن الاسبوع هذا سلبي ابتداء من الاسبوع الجاي بتبلش تحس انه في انتي عندك نشاط للامور الخارجية يعني لمعاهد لاكاديميات لدراسة جديدة لمعاملة برا او اتصالات خارجية او ناس تيجي من برا كل تركيز رح يكون عن الامور هاي وفيها ايجابية ان شاء الله منيحة بس بعد الاسبوع بعد الاسبوع هذا زين شنو بالنسبة لبرج العذراء مصرة تسمعي العذراء يعني خلاص ماك داي سكبت اول ايش بالنسبة للعذراء اليوم لسه الطاقة تاعتهم ما اكتملت يعني حتى سهلت سرقة الطاقة تاعتهم وانا جربت لعبت اللعبة هاي معها في اول الحلقة انها قالت انا عندي نشاط وعندي مش عارف ايش هسه انتي يقولي شو حسه خمول يعني سرقة الطاقة صحيحة بس ما تقامنوا في اي واحد بحكي لكم انه هاي اي واحد بقدر يسرق الطاقة بس نوع من انواع اللعب طبعا هون احنا بنقدر نحكي انه بالنسبة للعذراء خلال اليوم هذا هو لسه ما اكتمل النشاط الكامل لهم هو من المساء بكتمل النشاط عندهم في حسهم خلال اليومين ماضيين هدولا انه كانوا مضغوطين او ما عندهم الطاقة الكافية او صحية نتوععكوا من ناحية الامعاء او القولون الشغلات اللي مثل اللي بعانوا من هاي الامراض ولكن ابتداء من المساء وحتى يوم الاربع بتنشطوا بثقة كبيرة بالنفس وقدرة على السيطرة على زمام الامور مع ذلك بتندفعوا في تصرفاتك بتتجنبوا انتقاد احدهم ولكن تجنبوا انتقاد احدهم ايام هاي ولكن احاول انه ما يكون موقف متهور نعم من صباح يوم الاربعاء او لغاية مساء يوم الجمعة فيه فرصة لمكسب مالي من حمل اضافي منكم من يسترد مال او يعود الو او يحصل على هدية نعم ولكن برضو بتكونوا تخففوا من النفقات ناقشوا العقود والمعاملات الادارية بتأني ودقق بالتفاصيل اما يوم السبت ويوم الاحد طبعا بتنشطوا في السفر والانتصالات وبتعززوا العلاقة مع الاخوة ومع الجيران ممكن انك تقوم بنوع من انواع المفاوضات الحفيثة والمفيدة واللي انت ممكن انك انت تستفيد من خلالها حال بالنسبة لبرج الميزان طبعا الميزان اللي بيقولك دايما انه احنا من نط عن الميزان او انه احنا ما منحكي عن الميزان او ما منعطي الميزان حقه طبعا احنا منشرح كل اسبوع للأبراج كلها بكل يعني شرح اول اشي شو الاحداث اللي بدتصير في الاسبوع ومنعطي صورة لانه كل اشي مدروس عنا بوقت او بمدة زمنية معينة نعم فما منقدر انه احنا مثلا ناخد من واحد عشان نعطي واحد لا احنا منحاول نعطي الكل بنفس الشي ولكن هي الضغط اللي موجود عند الميزان لانه اول اشي الزاوية اللي موجودة حكينا بدتصير بالعذراء وبالقوس نعم بيتين حساسات بالنسبة لالو واللي هو بيت متاعبه وفي المقابل انها هي جاية في نقطة حساسة اللي هو برج القوس اللي هو البيت الثالث لالو والتنين انه عملية الخسوف اللي راح تصير عنده بتأثر على نفسيته بشكل كبير نعم فعشان هيك يوم الاحد اللي هو اليوم بتنشطه اجتماعيا وبتلتقوا الاصدقاء ومنكو بشارك بمناسبة سعيدة ولكن تجنبوا الانتقاد لغاية المساء نعم اما من بعد المساء ولغاية يوم الاربعة بتطلب منكو الانتباه جيدا لصحتكو بسيطر التعب عليكو خصوصا انه ممكن يكون جامد شوي منكو يعني فيه ناس راح تشكي من اعراض غير اعتيادية لازم يديروا بالهم وما يهملوا الفحص والعلاج خلال الفترة هاي من صباح يوم الاربعة ولغاية مساء يوم الجمعة بتكونوا مشحونين بالطاقة بالنشاط بالحيوية وقادرين على انجاز الكثير من مشاغلكو لا تترددوا في فرض وجهة نظركو ولكن بدون ما يكون بتعنوك يعني يكون دارس وجهة نظرك صحيح اما يوم السبت ويوم الاحد بتنهمكو في ضبط ميزانيتكو بتتحسن المعنويات وبتقوى الثقة بالنفس وبتخف الهموم وبتطمئن هواجسكو لانه بتبلش تحصل من بعض المزايا اللي دخول الشمس بالحمل صحيح انه بيسحب من الطاقة وبيخفف عليكو ولكن في المقابل انه هو بيأثر يعني بعطيكو جرعة ايجابية في امرين اللي هو الشراكة المالية والشراكة العاطفية عشان هيك بتستفيدوا من النقطين هدول ازين بس دقيقة يا سعيدا مستمعنا عبدالله المجحم ويانا هسا على السماع يقول لك صباح الخير شنو بالنسبة ل 14.5.87 حاب يعرف برجة وشنو نوع برجة ناري هوائي وشنو طبعا بالنسبة ل 14.5 هو برج تور برج ترابي التور طبعا خلال الفترة هاي بلشوا يحسوا انه شوي في عندهم نوع من انواع الاحباط او الملل او بلشوا يتفشلوا من اللي حواليهم ناس بتوعدهم باشياء ما بتزبط طبعا كل السبب هاد انه الشمس موجود في بيت المتاعب او بلشت تنتقل للحمل الشهر هذا مش شهر سهل وحاول انك ما تأخذ في كلام اي واحد بيوعدك باي شيء في خلال الفترة هاي يعني بدك تركز بشكل منيح ما تبدد الطاقة تاعتك سلبية الطاقة الايجابية اللي موجودة عندك ايه ودير بالك على صحتك كل جزيل ايه طبعا بالنسبة لبرج العقرب العقرب ايه اه وهنا احنا بنقدر نحكي انه العقرب من اكثر الناس اللي راحوا يكونوا مضغوطين خلال الفترة هاي نعم اه لانه راح ينضغطوا على المستوى الصحي راح ينضغطوا على المستوى الشخصي وعلى مستوى ايه اشياء اللي لها علاقة بالمال فعشان هيك اكثر اه اللي هي المصاريف بمعنى اخر نعم اه اليوم بتتركز جهودكو نحو عملكو وعلاقتكو بالمسؤولين اه يعني ممكن انك انت تثبت جدارتك ولكن انه بدك تتعب عشان تثبتها نعم من المساء لغاية يوم الاربعة طبعا بتنشطوا اجتماعيا وتلتقوا لأصدقاء ومنكم اللي بشارك بحفلة او مناسبة بتكون سعيدة جدا عليه اه اه ولكن بدك تدير بالك انه تنفهم غلط او حد ينظر لك نظرة انت تفهمها غلط وتكون ردة فعلك صعبة نعم من صباح يوم الاربعة ولغاية مساء يوم الجمعة بسيطر التعب عليكو انجزوا فقط ما بوسعكو من عمل واخلدوا للراحة لانه هنا القمر كان موجود في بيت المتاعب فبتكو تركزوه بشكل منيح في الفترة هاي ممكن تخف وطيرتك وتشعر بالملل اما من يوم السبت ويوم الاحد هنا بتتملك كل نشاط والحيوية بتستعيدوا حماستكو بتنطلقوا في تنفيذ خطة او فكرة جديدة بتتلقى اشارة او خبر زين شنو بالنسبة لبرج القوس بالنسبة للقوس اللي موجود عنده المريخ وموجود عنده زحل نعم والزحل بده يتراجع ويعني خلص انتوا فهمتوا علي الله يكون لكم عين القوس دمار لعده خلال هاي الفترة طبعا الاسبوع هذا مش لصالحهم بشكل كبير مش ايامهم هاي مش ايامهم نعم الاسبوع الجاي هي ايامهم لانه القمر بصير بصل عندهم وعطاهم طاقة ايجابية مع الشمس وخافين من الزوايا هاي فان شاء الله انها بتكون ايام افضل يعني نعم بالنسبة للقوس طبعا بالنسبة لليوم بتنشطوا بالسفر والاتصالات اللي بعيدة وبكون لكن بتكونوا اكثر صبر على الطرقات نعم خصوصا اللي بمارسوا القيادة القيادة بشكل كثير وهم هذول اللي بدهم ينتبهوا خلال الفترة هاي نعم طبعا من المساء وحتى يوم الاربعة لازم يتحافظوا على سمعتكو انجازاتكو القائمة في مجال عمل الايام هاي مناسبة للي ببحث عن عمل ولكن انه لو بقروا يأجلوها للمقابلات او شغلات اللي زي هيك بكون افضل لانه ممكن ما تكون لصالحهم تجنبوا الخلافات واسعوا لتلطيف الاجواء اهم شيء من صباح يوم الاربعة او لغاية مساء يوم الجمعة بتنشطوا اجتماعيا بتلتقوا الاصدقاء ومنكم من يشارك في مناسبة سعيدة ممكن تنجحوا في شيء معين له علاقة في هاي الجمعة او علاقة او نحكي مصلحة مع اشخاص معينين ولكن بدكوا تتجنبوا الانتقاد وانكوا تتكلموا على حدا او يكون عندكوا نوع من انواع العناد للزيادة فتخربوا عحلكو من يوم السبت طبعا والاحد وهون بتكوا تنتبهوا على صحتكو لانه هون القمر بيكون موجود في العقرب في بيت المتاعب راح يأثر عليكو بشكل كبير وهون احنا وصلنا لبرج الجدي طبعا بالنسبة للجدي الجدي بلش يحس انه امور كثير بلشت تتعطل عنده وعود كان موعود فيها على مستوى العمل بلشت تتفركش ضغوط على مستوى البيت اشخاص وعدوهم يحكوا معهم بطلوا يحكوا معهم مش راهمين شو اللي بصير حواليهم طبعا هذا السبب لانه الضغط موجود عندهم في اكثر من مكان لو بيت المتاعب بيت السمعة أثر عليهم برضو عندهم اللي انتقال الشمس للحمل برضو أثر لانه على البيت السادس دخل على بيت الصحة الزوايا اللي بتصير في بيت العاطفة اللي هي حكينا احنا انه الزهرة موجودة ونبتون عاملين زاوية تقابل مع المشتري برضو هدولا مؤثرين عليهم بشكل كبير فعشان هيك هاي الفترة بدهم يديروا بالهم اهم اشي على سمعتهم وعلاقتهم في اهل البيت خلال يوم الاحد طبعا لو اليوم بتنهمكوا في ضبط شؤونكم المالية المشتركة رغم النفقات ثم فرصة لمكسب مصدر شراكة او تعويض من المساء لغاية يوم الاربعة بتنشطوا في السفر والاتصالات كونوا اكثر وعي على الطرقات وخاصة اثناء القيادة بين المدن رفقه عن نفسك ممكن يطبئل بالك نسبيا وتهتم بعائلتك وتخصص وقت الاهتمام بشؤون الخاصة نعم يعني فترة مناسبة لتدافع عن حقك ولكن برضو بدك يتبعد عن العصبية نعم من صباح يوم الاربعة ولغاية مساء يوم الجمعة بتتركز جهودكو نحو عملكم وعلاقتكم بالمسؤولين بوسعكو اثبات جدارتكو والدفاع عن مصالحكم يوم مناسب لمن يبحث عن عمل قدم افضل ما لديك ولا تتهرب من المسؤوليات المكلة اليك او من ادهاء الواجب اما من يوم السبت ويوم الاحد بتتلتقوا الاصدقاء هاي فترة مميزة للتحالف والتعاون والمشاركة الفعالة اقتنس الفرص للاعلان او الترويج لشيء معين في خلال الفترة هاي حالو شانو اخبار برج الدلو بالدل والدل والله الدل والدل وعانى برضو الايام هاي انو كان من المفروض مع انتقال عطارد والزهرة على بيت النشاط اللي هو البيت الحركي او التواصل انو يستفيد من هاي الوضعية ولكن انو اجد كلها انو كلها زوايا اقتران وزوايا تربيع وتقابل مع المشتري اللي بتراجع فطلعت شوي فيها نوع من انواع خيبت الامل فيها طبعا برضو انتقال الشمس لبرج صديق جدا وعطارد رح ينتقل له هي الفرصة الاكبر للك لانو رح تعزز امور كثيري بالنسبة لهذا الموضوع بنصب الاهتمامكو حول مواضيع الشراكة ابحثوا عن قاسب مشترك بجمعكو بشركاء العمل والعاطفي هذا اليوم لغاية المساء اما من المساء ولغاية يوم الاربعة تفحصوا حساب مالي مشترك وخففوا منه في النفقات صحتكو او صحت قريب الكو بحاجة للرعاية ما تخالفوا التعليمات وما تعاند بل تصرف بذكاء انجز الواجبات بدقة حتى ولو كثرت من صباح يوم الاربعة ولغاية مساء يوم الجمعة بتنشطوا في السفر والاتصالات البعيدة كونوا اكثر صبر اثناء القيادة السيارات والشوارع المفتوعة لاحظ ان كل الابراج انا بحذرهم من القيادة والسياقة خلال فترة الاسبوع هاد لانه كل الزوايا بتأثير على كل الابراج لها علاقة بالقيادة والسياقة فعشان هيك ما يقولوا انه بكرر البرج او بكرر الكلام لا انا بعطيه الكل بالاجمال انه تنبيه لهذا الموضوع ازين ساعي تنطينا الحوت شي و اهم شي نعم ما هلسه ما كملنا لوش والله بيزعلوا مننا الدلو ب دقيقتين وياك طيب ماشي اه بترد يعني خلال ايام هاي بتكونوا ديروا بالكم من السياقة احنا حكينا بالنسبة ليوم السابت والاحد تنجحوا في المحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية وحافظوا على هدوءكم ما تحاولوا اثارة الفتن اما بالنسبة لبرج الحوت طبعا اللي برضو حكينا قبل شوي انه مضغوطين لانه كل الكواكب زوايا عندهم اثرت عليهم بشكل كبير هسا انتقل لبيت المال عندهم الشمس وعطارد ففيه فرصة لأعمال جديدة او اموال جديدة تيجي من عمل خارجي بتراكم العمل اللي عندكو خلال اليوم هاد تحديدا لغاية المساء وصحتكو شوي بتكون تعالى المحاك من المساء وحتى يوم الاحد من المساء اليوم لغاية يوم الاربعة بتتركز جهودكو حول البحث عن قاسم مشترك بجمعكم بالشركاء سواء في العمل او العاطفة ولكن انه بتكديروا بالكم من الخلافات من صباح يوم الاربعة لغاية مساء يوم الجمعة بتنهمكو في ضبط شؤونكم المالية المشتركة رغم النفقات ثم فرصة لمكسب مصدر شراكة او تعويض ناقش موضوع تمويل او قرض ما ممكن انها تكون في فرصة اما يوم السبت والاحد بتنشطوا في السفر والاتصالات البعيدة بتستعيد حماستك وبتنطلق في تنفيذ قطة او فكرة جديدة ممكن تكون منها اشياء ممتازة طبعا في النهاية بحكي والله اعلم وهي رضى الله ورضى الوالدين وعشان الناس اللي بتظل تتفلسف بنقولهم كذب المنجمون ولو صدفو طبعا هذا العلم مش علم تنجيم للفكرة يعني هم بظلوا يكتبوا كذب المنجمون هم مش فاهمين شو يعني منجمون وشو يعني فلكيون وشو يعني كهنة وشو يعني عرافة بس يعرفوهن يعرفوا شو يكتبوا عشان ما نردش عليهم هدي أصابك لا ما هو في الاخر لازم اعمل اخشن هات اسوي انا انا داما حاطت لك القرعة طيب يا الله يا رب وحد 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 يا هاي ليندا والله انك انت محظوظة معي وانا محظوظة معك برضو يا ليندا طبعاً ليندا أنت اللي فيستيويانا بحلقتنا اليوم الأحد بوجبة دبل لشخصين مقدمة من مروان أبو الحكم طبعاً ليندا أنت تعرفين أنه خلال هذا الأسبوع إن شاء الله لازم تجيين تستلمين جاستج من موقعنا في الأسوافية بالبارك بلازا الطابق الثامن طبعاً شكراً إلك سعيد على هاي الساعة وتعبناك أكيد وإنصليك ألف عافية الله يعافي مستمعين وصلنا وياكم طبعاً إلى ختم حلقتنا لليوم من كابوتشينو أذكركم إنكم تنتظروني غداً إن شاء الله بنفس الموعد من الثمانية للإحداش جنت معكم من التقديم سارة ومن الإخراج رفقنا عمال العزاوي نهاركم سعيد